المواطن اليمني قبل النخب السياسية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي محتوىها إبراز إرهاب الحوثي بالفيديوهات والصور وأيضا فتح المعلومات عن انتهاكاتهم تحت وسم بالعربي والإنجليزي وهو صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية وأيضا One Voice Houthi Tourist Group الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية تبنت الحملة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني غرد بأكثر من موقف عن ضرورة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب وقال إنه مطلب رسمي وشعبي واعتبره أولى خطوات حل الأزمة اليمنية الإرياني يقول أن التجارب والأحداث أكدت أن استقرار اليمن مرهون بالقضاء على هذه الجماعة العنصرية الإرهابية أيضا العقيد يحيى أبو حاتم والذي يعرف نفسه على حسابه في تويتر بيمني مشرد من وطني أيضا هو أحد المتفاعلين مع الوسم ويرى كما نشاهد في تغريدته أن مصداقية العالم في محاربة الإرهاب تتوقف على تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية أيضا هنا تغريدة للإعلامي عبدالله اسماعيل رئيس المركز اليمني للصحافة الأخلاقية يقول أخبر العالم أن الإرهاب واحد وأخطره الممزوج بالعنصرية والمعجون بالسلالية أيضا تغريدة رابعة للإعلامي الذي خاطب اليمنيين أو هي الثالثة الذي خاطب اليمنيين والعالم بأن المواطنين ضحايا لفكر إرهابي عنصري ويرى أن العالم يتجاهله عن سبق إصرار ويستخدمه وسيلة ابتزاز محمد ناصر الإدريسي الذي يعرف نفسه على حسابه نائب في البرلمان اليمني شارك في الوسم بقوله التعريف الشائع أن الإرهاب هو استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية إذا لم يكن الحوثي كذلك بانقلابه فماذا نسميه كما يقول لهذا يجب أن تكون أو أن نكون صوت واحد الحوثي جماعة إرهابية مرتدوا مواقع وقادة الرأي في اليمن رفعوا أصواتهم وطالبوا بأعلان الحوثي جماعة إرهابية وتعامل معها على هذا الأساس والمواطنون اليمنيون نشروا الجرائم التي يتعرضون إليها في فيديوهاتهم لتبقى الأنظار تترقب قرار واشنطن المرتقب شكرا شكرا